خليه برضو فيه موضوع تاني فيه خاص بيه الصحة والمدارس الصحة والمدارس ايه؟ هل عندنا لسه كنت بتكلم شوية 25 مليون طال بيروحوا المدارس ففيه كلامة قال انه فيه فيروس اسمه الفيروس المخلاوي معرفش ده هل ده النطق صحة ولا غلط معرفش الزمالي يصلحولي وقال انه فيه تحذيرات من وزارة الصحة وقالوا انه المفروض يرفعوا الغياب عشان الولاد ما يروحوش اللي عندهم يعني ما عرفش المعلومة الصحة ايه؟ لذلك اروح لدكتور حسام عبدغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة دكتور حسام بسال خير سال خير استاذنا شاستحياتي لحضرتك يا فندم ولمشاهدي حضرتك اهلا بيك يا فندم يعني ماذا عن ما يردد من بعض اولئة الامور وبعض المواقع وبعض النواب عن ان فيه فيروس اسمه الفيروس المخلاوي بالمدارس وفيه تحذيرات من حضرتكم اه استاذ نشد دعني اضع حضرتك والسادة مشاهدي حريك الكرام في خلفية الموضوع بشكل عبا اه في كل عام منذ سنوات صويلة وتوفى يحدث في السنوات المقبلة مع اه دخول فصل الخريق وبدايات الشتاء تنشط الفيروسات القديمة المعروفة التي تصيب الجهاز التفكسي في الانسان اه هذه الفيروسات منها الانفلونزا بانواع ومنها الادينوفايروس الفيروس الغديه ومنها الا دم ومنها الفيروس الذي يكبر الحديث عنه الارت بالي هو الفيروس المخلوي التنفسي بفيروسات قديمة بتنشط في الوقت ده بسبب ان الناس بيبقى عندها عادة ان هي تقلل التهوية وتقفل الشبابيك عشان البرد الجو الجاف بيساعد على نشاط الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي الجو الجاف بيقلل من الافرازات المخاطية اللي موجودة في الارشية المخاطية في الجهاز التنفسي وبالتالي يسهل على الفيروسات انها تصيب الجهاز التنفسي بخلاف الجو الرابع ده بيروسات موجودة ليست جديدة معروفة اعراضها في الغالب يعني من كل مية واحد مصاب بهذه الفيروسات في 98 او 99 بيعدوا باعراض خفيفة جدا او بيعدوا حتى من غير اعراض في حالة او اتنين من كل مية مصابة بيحصل عندها التهاب في الجهاز التنفسي السفلي وتتطور الامور الى التهاب في الرئة وده بيبقى غالبا من ناس يا اما الاطفال المبتشرين يا اما الناس الكبار السن يا اما الناس اللي عندها ضعفة الجهاز المناعي وبالتالي المطلوب انه الناس تتعامل مع هذا الامر كما تتعامل مع نزلات الانتفلونزة الا اذا لا قدر الله كان عندنا ارتفاع في درجة الحرارة لا يستجيد للمخافضات لمدة ثلاثة ايام او شعوبة شديدة في التنفس وزرفان في الاخشية المخاطية او الجلد وتعسها الناس تتوجه بشكل عاجل لكن يعني ده اعتقد انه حداك قلت انه تقليدي وقديم ومعروف لكن ربما عشان كورونا وغيره فحصل خوف وارتباك اه يعني احنا عشان كده لما عملنا احنا نتيجة ليه ارتفاع الاعراض التنفسية في الفاترة ديات عملنا من خلال كفاعة طب الوقاية اضافة الصحة استقصاء وترصب للمصابين لقينا انه من كل ميت واحد مصاب بالاعراض التنفسية دي فيه 73 عندهم الارتي دي او الفيروس المخلاوي ده ما عندهمش كورونا ما عندهمش والباقي باب بين انفلوانزة وما بين الادينوفايروس فده في كل موسم من المواسم دي بيبقى فيه واحد من الفيروسات القديمة دي زي مولة الحياة ده هو اكثر انتشارا الموسم ده الارتي بي هو اكثر انتشارا من الفلوانزة اكثر انتشارا من الادينوفايروس لكنه فيروس معروف لا يوجد له علاج متخصص وانما هو علاج الاعراض ولا يوجد له لقاح التعامل معه هو التعامل مع كل الفيروسات التي تصيب الجهاز يعني لا داعي للقلق للا الامور ولا المدارس انها توقف ولا غير يعني لا يوجد مبرر طبي ولا صحي لهذا القلق انا بشكرا جدا الدكتور حسين عبدالي وفار متحدث ترسمي باسم وزارة الصحة يطمئننا عن الفيروس المخلاوي انه حاجة اقلدية